قال صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقلنا سلك يعني دخل دخل في طريق طلب العلم فلابد من الدخول أن يكون بنية يكون بتواضع وأن يكون مصحوبا بالأدب وأن يكون طعام في سلوكه لطلب العلم حلال وأن يكون طريقتي في طلب العلم طريقة فيها نوع من الحرص والأدب والتعاون مع زملائه واحترام مدرسيه والمحافظة على مكان علمه احنا شفنا في الفترة الأخيرة أيام الفوضى لما حلت بالبلاد بقى الطلبة اللي في الجامعة بيكسروا مدرجات بتاعته آه ده ما عندهمش أدب بقى في طلب العلم وإزاي أنت تتخرب مكان طلب العلم اللي أنت بتطلب العلم عليه فهمت؟ وبالتالي لازم نعلم أولادنا يحافظ على المدرسة ويحافظ على الدكة اللي بيقعد عليها ويحافظ على آه كل شيء موجود في المدرسة لأن ده المكان ده مكان يعني لو 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 تنظر إلى حقيقته له قدسية المسجد تصور بقى لأن طلب العلم ده عبادة كبيرة ده عبادة مش قليلة فلازم نفهم أولادنا إن إيه إن المدارس والجامعات وأماكن طلب العلم دي أماكن مقدسة لازم نحافظ هاتحنا في مصر نقول إيه الحرم الجامعي كلمة الحرم دي يعني إيه يعني فيها حرمة حرمة جديدة هم في الحرم الجامعي يرموا ملوتوفوا يعني إيه بقى العيال دي ما تربتش يبقى ما تربوش ولا عرفوا يعني إيه يطلب طريق يسلج بيه طريق يطلب بيه علما وللأسف حدث ده للأسف في بعض حتى جماعات الأظهر اللي هي أصلا منوطة بطلب العلم بسبب إيه اللوسة اللي دخلت في عقول الشباب فنسى الله السلامة فوجب إن إحنا نعلم أولادنا يعني يا جماعة الخير إن هم وهم رايحين يطلبوا العلم دول في عبادة كبيرة وإن أماكن العلم دي المدارس والجامعات والمعاهد والمعامل والحاجات دي كلها دي أمور مقدسة لازم نحافظ عليها وما نخربهاش بأيدينا فكل الأمور دي مهمة وإلا يبقى إحنا ما تسلكناش طريق نطلب بيه علم نافع إحنا سلكنا طريق الشيطان وطلبنا العلم الفاسد اللي هو بيه نفسد بلادنا ونفسد إيه أخرتنا ودنيانا فناخد بالنا بالحتة دي ترجمة نانسي قنقر